ترجمة نانسي قنقر سعادة الدكتور محمد بن مبارك جمعة وزير التربية والتعليم رئيس مجلس أمناء مجلس التعليم العالي أن الوزارة تولي أمنة وسلامة الطلاب والطالبات أهمية قصوى وأنها حارصت على وضع برنامج فحص ومتابعة شامل كسياسة دائمة في موسم الأمطار تماشيا مع أفضل الممارسات الدولية في تشغيل وتنظيم المؤسسات التعليمية هذا وأفدت وزارة التربية والتعليم بأن الفرق المختصة عملت على متابعة الإجراءات اللزمة لمسح جميع المباني والمرافق في كافة مؤسسات التعليمية بهدف التأكد من سلامتها وجهوزيتها وخلوها من أي تأثيرات ناجمة عن الأمطار الغزيرة التي شهدتها البلاد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر